هل تعتقد بأن أخطبوط السوشال ميديا مؤسس شركة فيسبوك الذي قام بالاستحواذ على واتساب وانستجرام وحاول الاستحواذ على سناب شات غافل عن تكنولوجيا الوب ثري أما الآخر إيلون ماسك الذي استحوذ على تويتر هل تظن أيضا بأنه غافل عن تكنولوجيا الوب ثري سنجيب عن هذه الأسئلة في هذا المقطع وسنتحدث أيضا عن أمر هام جدا ألا وهو أهمية اللامركزية في مواقع السوشال ميديا وعلاقتها بالخصوصية أو الداتا أتمنى من الجميع مشاهدة هذا المقطع حتى النهاية في البداية أريدك أن تعلم بأن الفرق بين الوب تو والوب ثري هو كالفرق بين التلفاز الغير ملون والملون فالتكنولوجيا الوب ثري ستقوم بفرض نفسها بقوة وهذا الأمر معروف لجميع الأشخاص الذين لديهم أي بعد تقني فمن المستحيل أن يخفل إيلون ماسك أو مارك عن هذا الأمر فإذا قمنا بالرجوع إلى تاريخ مارك سنشاهد بأنه مؤخرا حاول إطلاق عملته الرقمية التي كانت تسمى ليبرا وأعادت تسميتها إلى ديم ولكن تم محاربته وإيقافه من نفس الجهات الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن بعد ذلك حاول أيضا الدخول إلى هذا المجال بشكل آخر فقام بإضافة الـ NFT إلى تطبيق الإنستجرام الخاص به ودعم عدة محافظ مثل ميتا ماسك وترست والت تعاون مع ماتيك وفلو ولكن أيضا بعد ذلك قام بإلغاء هذه الميزة ولم يقم بتوضيح الأمر ولكن الأسباب هي تتعلق بالتنظيم لأنه لحد هذه الساعة لم يتم سن القوانين لهذه التكنولوجيا والأمر معقد جدا ولكن في النهاية سيتم سن هذه القوانين وبالتأكيد أيضا لن ننسى اللغة البرمجية التي قامت شركة ميتا أو فيسبوك بتطويرها لغة الموف وهي لغة تم التحقق منها وإن شاء مثل هذه اللغة يحتاج إلى سنوات فهي تحتاج إلى فريق متكامل فأنت عندما تكون تمتلك شركة مثل ميتا وتأمر للفريق الخاص بك بأن يقوم بتطوير هذه اللغة فأنت بالتأكيد قمت بعمل الدراسة الشخصية الخاصة بك وتم عمل دراسة جدوى لهذا الأمر وكان له خطة مستقبلية فمن المستحيل أن يذهب تعبه هباء منذورا لأن شركة مثل ميتا بالتأكيد لديها كادر كامل من المحاميين فقبل أن يقدم على عمل العمل الخاص به ليبرا وإضافة الانف تي إلى الاستجرام وتطوير هذه اللغة فبالتأكيد هو قام باستشارة جميع الكادر الذي يمتلكه من خبراء تقنيين ومحاميين وما إلى ذلك ولكن السبب الذي حصل معه غالبا هو التخبط داخل الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لأنه إلى حد هذه الساعة لا يوجد قوانين واضحة لهذه التكنولوجيا فمثلا بكل بساطة أنت الآن مثلا إذا أردت أن تقوم بتجريم بروتوكول معين في السوشال ميديا أو بمعنى آخر عملة رقمية فأنت من ستحاكم لأن هذا البروتوكول أو هذه العملة لا يملكه أي أحد فهي للمجتمع ففي حال انتهكت مثلا هذا البروتوكول سياسة الخصوصية للمستخدين وقامت بسرقة البيانات مثلا أنت من ستعاقب فهذه الأمور بحاجة إلى دراسة عميقة وبحاجة إلى خبراء من مختلف المجالات لكي يقوموا بسن هذه القوانين فهذا هو سبب تخبط مارك ودخوله وخروجه إلى الوب ثري وكذلك أيضا قام بتغيير الشركة الأم المالكة لفيسبوك وإنستجرام وواتساب إلى ميتا وغالبا هي مشتقمة من ميتا فيرس فالرؤية واضحة لدى مارك ومارك شخص عبقري ليس بالشخص العادي فهو يعلم أهمية هذه التكنولوجيا الوب ثري ولن يسمح مارك خصوصا لأي شخص أن يقوم بمنافسته سيقوم بقتل المنافسة وأصطباق أي حدث ممكن أن يحصن لأن هدف هذا الشخص هو السيطرة على مجال السوشال ميديا في العالم وهو حاليا مسيطر عليه وحاول مؤخرا الاستحواذ على سناب شات لأنه مهتم في الفئة العمرية لمستخدمين سناب شات فئة الشباب ولكن ملاك سناب شات رفضوا أن يقوموا ببيع التطبيق له وعندما حصل هذا الرفض من سناب شات مباشرة قام مارك بنسخ جميع ميزات سناب شات ووضعها في الفيسبوك مثل الستوري أي موقع سوشال ميديا يظهر بالتكنولوجيا جديدة يقوم مارك بنسخ هذه التكنولوجيا ووضعها في الفيسبوك هذا اختصاص مارك أما الآخر إنوماسك الذي قام الاستحواذ على تويتر بـ 44 مليون دولار فأيضا هو ليس غافل عن هذه التكنولوجيا فهو أصلا قبل الاستحواذ عندما قام بشراء 9% من أسهم تويتر وكان يريد أن يدخل مجلس الإدارة طرع عليهم بأنه يريد أن يقوم بتحويل الألغريثم أو الأكواد المرمجية لمنصة تويتر يريد أن يقوم بتحويلها إلى أوبن سورس مفتوحة المصدر كما هو الحال في الوب 3 ولكن حصلت بعض المشاكل وبالنهاية قام بالاستحواذ على الشركة بالكامل بـ 44 مليون دولار وقام بفتح المصدر للكثير من الأكواد المرمجية لمنصة X حاليا وأيضا إيلون ماسك له تاريخ مع العملات الرقمية وهو مطلع عن هذا المجال وأيضا الآن منصة X تحولت من شركة شراكة عامة إلى خاصة فالآن إيلون ماسك يفعل ما يريد فمثلا في بعض الأحيان يقوم بتغيير اللوغو الخاص بـ X يقوم بوضع سورة الدوجكوين عليه فهو حر طليق في منصة X ولا أحد يستطيع أن يفرض رأيه على إيلون ماسك ولكن حاليا سبب عدم دخول إيلون ماسك ومارك هي القوانين التي تفرضها الولايات المتحدة ولكن عاجلا أم آجلا سيقوم بالدخول وفي حال أعلنت فيسبوك أو X بأنها ستقوم بالتحول إلى النظام اللامركزي لن يستطيع أي بروتوكول آخر أن يقوم بمنافسة مارك ولا إيلون ماسك وأريد هنا أن أوضح أمر هام بأن المبلغ الذي دفعه إيلون ماسك في تويتر 44 مليون دولار هو مبلغ طائل ولا يستحقه موقع تويتر ولكن السبب الذي دفع إيلون ماسك لدفع هذا المبلغ هو شراء اليوزر هو قام بشراء تويتر من أجل اليوزر هو كان يستطيع أن يقوم ببناء موقع من الصفر ولكن الآن المنافسة في مجال السوشيال ميديا أمر صعب جدا المنافسة شبه معدومة فهذا المبلغ هو سبب اليوزر قام بشراء اليوزر لأن موقع تويتر موقع جدا بسيط يستطيع أي شخص أن يقوم ببرمجة موقع شبيه بتويتر بنفس الخوارزميات حتى وأثق منه ولكن هو قام بشراء الإسم وكان يمتلك أيضا دومين اكس تويت كوم منذ أيام إنشائه لبيبال فقام بربطه بتويتر وعمل ريبراند لهذا الأمر ولكن الأمر الذي قام بفعله أي قام بتحويل الأكواد إلى أوبن سورس هذا يدل على أنه يخطط لشيء في المستقبل ومنطقيا مستحيل أن تغفل هذه الشركات عن تكنولوجيا الوبيثري أما الآن سنشرح المشكلة الموجودة حاليا في النظام المركزي في السوشيال ميديا الآن مثلا لنأخذ مارك كمثال مارك لديه أربع تطبيقات حاليا واتساب إنستجرام ثريد فيسبوك جميع هذه التطبيقات تقدم خدمات مجانية وهناك مثل يقول بأنك إذا رأيت منتج يقدم في المجان فاعلم أنك أنت السلعة الآن شركة فيسبوك قيمتها تريليون دولار ترتيبها التاسع من حيث القيمة السوقية للأصول في العالم وسبب هذه التريليون دولار هو أنت يا أخي وأنا البيانات الخاصة بنا التي يقوم مارك بأخذها وعمل دراساته الخاصة وبيعها للمعلنين أدى إلى وصول الشركة الخاصة به إلى ما يزيد عن التريليون دولار الآن أنت عندما تحمل التطبيق وتقوم باستخدامه جميع البيانات الخاصة بك يقوم مارك بتخزينها في سيرفرات مركزية وعمل الدراسات عليها وتحليل الشخصية الخاصة بك نفسيا واهتماماتك وميولك السياسية أم الدينية وعلاقاتك الاجتماعية وكل شيء حتى بأنه يعلم عدد نبضات قلبك نعم وسأوضح هذا الأمر بعد قليل الآن أنت عندما تقوم بتحميل تطبيق الفيسبوك إذا قمت بمجاهدة الأمور الذي تقوم أنت بالموافق عليها عند تحميل التطبيق صدقني لن تقوم بتحميل التطبيق أصلا فأنت عندما تحمل تطبيق الفيسبوك مثلا أو تويتر فتطبيق الفيسبوك تقوم بيعطائه صلاحيات مثلا فمثلا عند تحميلك له فهو يقوم بمراقبتك عندما تقوم بفتح المتصفح مثلا دخلت إلى كروم أو سفاري فهو يقوم بالتتبع وأي كلمة تقوم بالبحث عنها في متصفح سفاري يقوم بتخزينها وتخزين الوقت والمكان الجغرافي الخاص بك ويعلم نوع الجهاز ويعلم الإيميل الخاص بك ويعلم رقم الهاتف ويقوم بالدخول إلى الرسائل الخاص بك في الإيميل أو الأس أم أس وأيضا يقوم بتحديد موقعك وأيضا الهيلث أند فتنس فإذ قمت أنت مثلا باستخدام ساعة أندرويد أو أبل وتحميل التطبيق فيوجد حساس في هذه الساعة مثلا لقياس عدد الخطوات ونبضات القلب فمارك يقوم بأخذ هذه البيانات وتسجيلها في السيرفرات الخاصة به ومن ثم يقوم باستهدافك مثلا في منتج دواء معين أو جهاز رياضي وما إلى ذلك ويقوم أيضا بالدخول إلى الكلندر فإذ قمت أنت مثلا بتخزين تواريخ وعمل تنبيهات لأعياد ميلاد لأصدقائك مثلا سيقوم بمعارة هذه التواريخ وسيظهر لك إعلانات مثلا لهدايا تقدم في أعياد الميلاد وكذلك أيضا يقوم بالدخول إلى مقاطع الصوتية في الهاتف الخاص بك ويقوم بعمل دراسات ذكاء الصناعي عليها فهو يعلم المطرب أو نوع المصدقى التي تفضلها وأيضا يقوم بالدخول إلى الملفات الخاصة بك على الجهاز وأيضا يعلم بطاقة الايتمانية الخاصة بك عندما تقوم بالشراء أونلاين ويعلم أيضا جميع الأرقام التي تخزنه على هاتفك وأيضا يقوم بالدخول إلى الاستوديو ومعرفة جميع مقاطع الصور والفيديو وهنا نبهنا إلى هذا الأمر في التليجرام وقلنا بأنك إذا كنت مثلا تريد أن تعمل محفظ على ترست والت أو ميتا ماسك أو إلى آخره لا تقوم بعمل سكرينشوت للبرايفت كي أو للكلمات السرية لأنه يستطيع أي شخص يعمل في شركة فيسبوك مثلا أن يقوم ببرمجة أداء ووضع الفريم أو الشكل المعين للرسالة التي تصدرها ترست والت كصورة ويقوم بشكل أوتوماتيكي بإخراج جميع الصور التي تحتوي على البرايفت كي مثلا فهذه البيانات تخزن بشكل مركزي ولا أحد يعلم ماذا يفعل بها مارك ولكن الآن سأخبرك ماذا فعل بها مارك وكيف تم مقاضاته في المحاكم فليس من المستبعد أن يقوم شخص مثلا موظف داخل الشركة الخاصة به بالوصول إلى هذه الأمور فأصبحت مواقع السوشال ميدي الحالية تقوم بجميع جميع البيانات الخاصة بك وتقوم بتخزينها في سيرفرات مركزية ولا أحد يعلم ما الذي يقوم مارك أو ممكن جهات أخرى تقوم بالضغوط على مارك في ساحب هذه البيانات مثلا لقد تورد مارك بفضيحة تسمى كامريج أناليتيك وصدرت الكثير من الأفلام الوثاقية الخاصة عن هذا الموضوع حيث قامت ترامب بعمل حملة تسويقية عن طريق كامريج أناليتيكا وقامت فيسبوك بالتعاون مع هذه الشركة وقامت بالسماح لها بالدخول إلى بيانات سرية للمستخدمين ومن ثم بالتأكيد هذه البيانات أنت عندما تقوم بعمل تحليل مثلا لنيويورك مثلا هناك مثلا مليون شخص صغير معجبين بترامب وذلك من خلال التفاعل السلبي على المنشورات الخاصة به أو من خلال مثلا فترة الإمضاء على الشاشة فبالتالي أنت ليس بالضروري أن تقوم مثلا بعمل لايك أو ديسلايك أو كومن سلبي أو إيجابي لحتى تقوم خوارزميات مارك بمعرفة توجهك لا ممكن مثلا إذا كان البوست إيجابي وأنت قمت بإمضاء وقت بقاء على هذا البوست ولم تتفاعل يعلم هو بأنك أنت لم تعجب بهذا منشور مثلا ولكن لا تريد أن تتفاعل من أجل أن لا يتم كسرك مثلا من الجهات السياسية في بعض الدول فقام بعمل خوارزمي معينة ومساعدة ترامب وتم فضح الأمر واعتذر في المحكمة ودفع على ما أذكر مليارات وانهار سعر شركة فيسبوك بسبب هذا الأمر وتلقى انتقادات كثيرة وحملات تدعو إلى حدث التطبيق الخاص به وسأله القاضي هل تحب مثلا إذا هبت إلى فندق أن يعلم الأشخاص أين أنت الآن أو هل تحب مثلا أن يقوم شخص بالاطلاع على آخر خمس رسائل خاصة بك هل تحب أن يحدث لك هذا الأمر طبعا بالتأكيد أجاب بلا فهنا نصل لأمر مهم جدا ألا وهو الداتا الداتا يا إخوان أمر هام وبالغ الأهمية وإذا قمتم بالتطبيق آخر فترة عندما حدثت معركة بين أمريكا وترامب مع التك توك كان السبب محاربة أمريكا للتك توك هو الداتا لأن الداتا التي ستقوم بجمع الشركة الصينية الأم ستقوم بجمع بيانات عن مواطنين الأمريكان بالتالي تستطيع أن تتحكم في الشعب وتغير آراءه السياسية أحب أن أوضح نقطة لم نوضحها قبل قليل بخصوص كيف قامت كامبرج أناليتيكا بمساعدة ترامب الآن عندما قاموا بعمل الدراسة مثلا قاموا بمعرفة عدل الأشخاص الذين يكرهون ترامب أو لا يريدين التصويت لترامب بخلال تافعانهم على المنشورات قاموا بإعطاء بيانات المواطنين للقائمين على حمل ترامب وقام ترامب باستهداف الأشخاص الذين يكرهونها حيث قام بإعطائهم مواد تموينية مجانية مثل الأرز والسكر وما إلى ذلك وقام بعمل مؤتمرات ومحاضرات في تلك المناطق حتى وقع الشعب في حبه هذه هي الطريقة التي تبعها الخلاصة بأن مواقع السوشال ميديا المركزية حرفيا تقوم باختراك خصوصيتك والداتا التي تخزن وهذا الأمر يوضح عظمة الويب 3 بالأصل أهم قطاع ستضخ به الأموال في الويب 3 هم قطاع السوشال ميديا ولكن لن يخرج أي منافس لمارك وإيلون ماسك الآن سنتحدث بشكل بسيط عن الفرق بين مواقع السوشال ميديا المركزية ومواقع اللامركزية في المواقع المركزية يتم تخزين جميع البيانات والمحتويات على خوادم يملكها ويديرها كيان أو شركة واحدة ويصل المستخدمون إلى المنصة من خلال خادم مركزي أما في المواقع اللامركزية يتم توزيع البيانات والمحتوى على شبكة من العقد بدلا من تخزينها في خادم واحد ولا يوجد نقطة تحكم مركزية ويمكن المستخدمين من التفاعل مباشرة مع بعضهم بير تو بير من دون المرور في سلطة مركزية وبالنسبة للcontrol and governance أي الرقابة والحوكمة في المواقع المركزية تكون السلطة والسيطرة على سياسات المنصات وقواعدها من قبل السلطة مركزية ويتم اتخاذ القرار بإبقاء هذا المحتوى أو حذفه مثلا من قبل السلطة المركزية أما في المواقع اللامركزية يكون هناك شفافية عالية مثلا لحذف محتوى أمام الجميع والأسباب واضحة وتتم بشكل تصويت لامركزية الآن أريد أن أقوم بتوضيح نقطة نحن نعلم بأن أغلب العملات الرقمية بأن نسبة كبيرة من التوكيل متركز لدى الفاوندر والتيم فبالتالي عندما يخرج لك مثلا إيلون ماسك أو مارك بمنصة السوشال ميديا اللامركزية مثلا أي أن تتحول مثلا فيسبوك إلى اللامركزية فالرمز الحكم سيكون متركز أصلا عند مارك ولكن الفكرة هنا الشفافية أي مثلا أنت عندما تقوم مثلا ببرمجة بلاتفور معينة مثلا الأكواد موجودة أمامنا نعم إجمع الداتا التي تريد لا مشكلة في ذلك ولكن لا أحد يستطيع الاطلاع عليها فالهدف هنا هو التصويت تجلب أرباح لهذه المنصة ولكن لا يوجد سلطات أو حكومات أو أشخاص يستطيعوا أن يقوموا بسحب هذه البيانات وعمل الدراسات عليها لأهداف سياسية نعم مثلا إذا تم ببرمجة هذه المنصة بطريقة أنه عن طريق نظام الحكمة تستطيع متى انتسعب هذه البيانات نعم يستطيع مارك التصويت وسحب هذه البيانات ولكن سيتم كشف أمام جميع أما الآن فالدات الخاصة بينها هي موجودة في سيرفرات خاصة بمارك لا أحد يعلم ما الذي يقوم مارك بفعله بهذه البيانات أو ما هي الجهات الحكومية التي يتعاون معها مارك ويقوم بتسريب البيانات إليها لا تستطيع أن تعرف لأن النظام مركسي ولا يوجد شفافي هكذا تقريبا انتهينا من هذا المقطع أما بالنسبة عن المنافسين لا أتوقع بأنه سيستطيع أي شخص منافسة مارك أو إيلون ماسك نعم هناك الكثير من العملات الرقمية متعلقة في السوشال ميديا ولكن من وجه النظري لن ينجح أي منها وعاجلا أم آجلا سنشاهد مارك وإيلون ماسك يتحولون إلى مجال الويب 3 إذا عجبك الفيديو اعمل لايك وإذا ما عجبك اعمل ديس لايك وإلى اللقاء